دايما كنت بسأل نفس سؤال هل فعلا نقدر نصنع مادة خام من الصفر تماما معتمدة على chemical reaction و physical process وكانت الإجابة نعم نستطيع لكن السؤال الأصعب والأهم هل نقدر نعتمد على local sources على مصادر محلية في تصنيع هذه المواد الخام وكانت الإجابة أيضا إن شاء الله نستطيع ما فيش شك أن الاستثمار في إنتاج المواد الخام هو استثمار صحيح للغاية وهو الطريق الصحيح علشان تطلع صاروخ لإنك هتبقى متميز وكمان قوي وفريد من نوعك في المجال خصوصا لو هذه المواد الخام بتدخل في منتجات استهلاكية من الدرجة الأولى زي المنظفات مثلا فلو إنت مستثمر أو رجل أعمال أو صاحب مصنع وعاوز تستثمر في حاجة غير تقليدية وتكون قوي وفريد ومميز وما فيش منافسة بالنسبة لك فركز معايا جدا لإن الفيديو ده بتاعك إنت من سنتين تقريبا ومع بدء أزمة استراض المواد الخام وكمان رفع الأسعار وتحرير سعر صرف الجنيه اهتمين اهتمام شديد جدا في محجوب للصناعات الكيميائية بتصنيع Raw Materials تصنيع مواد خام معتمدين في الأصل على مصادر محلية في تصنيع هذه المواد الخام تحل محل المستورة تماما وبفضل الله توصلنا إلى Zeta 25 وZeta 25 زيتا بتاعني قوي وفريد و25 أو 25 كان السقف الزمني هو 2025 للانتهاء من هذه المادة الخام بالكامل وبفضل الله انتهينا قبل المدة المحددة بستة شهور والان بنعلن عن Zeta 25 Zeta 25 هي عبارة عن مادة خام محلية الصنع تستخدم في مجال المنظفات بقوة جدا يصل نسبة المكون المحلي فيها إلى 99.3 من 10 متخيل 99.3 من 10 مكون محلي والنقطة دي تهم أي مستثمر هيحط فلوس ويستثمر في هذا المجال وخصوصا في هذه المادة الجبارة Zeta 25 ليست مخلوط من عدة مواد بل هي مادة تم انتاجها عن طريق من الصفر تماما Zeta 25 منافس قوي للمستورة ويأرخص ثلاث مرات تقريبا من الخامات المستوردة Zeta 25 بتدخل في جميع منتجات المنظفات بالكامل ما عدا منتجات العناية بالبشرة زي الشاور جيل والهاندي ووش والشامبو لسه شوية فيه تطوير هنعمله إن شاء الله خلال الفترات القادمة علشان نقدر ندخلها وتكون مناسبة في هذه المنتجات أيضا لكن تدخل في جميع أنواع المنتجات فمثلا ده عبارة عن صابون سائل متعدد الأغراض وصابون سائل للأواني بقوة Zeta لم نستخدم فيه تيكسابون نهائيا نهائيا لم نستخدم تيكسابون والمنتج ذات شفافية عالية جدا ولزوجة عالية جدا وقوة تنظيفية رهيبة للغاية وإن شاء الله الفيديو ده هيتم عرضه على القناة خلال الأيام القادمة بالتفصيل ده كمان عبارة عن جل غسيل ملابس للغسلات الأوتوماتيك عالي الجودة بقوة Zeta المنتج في غاية الشفافية وفي غاية اللزوجة الرغم أنه هو منتج للغسلات الأوتوماتيك وده كمان عبارة عن منتج 3 في 1 يشتغل منظف ومطهر ومعطر للأرضيات المنتج مركز استخدمنا فيه Zeta 25 فقط وهو أرخص 3 مرات من المنتجات الموجودة في السوق نقدر نعمله في شكل حليبي أو في شكل شفاف تماما ولم نستخدم في هذا المنتج أي مواد مستوردة استخدمنا واعتمدنا فقط على Zeta 25 كمنظف وكامل سفير أو كمستحلب للزيوت العطرية الموجودة في هذا المنتج هذا المنتج يمكن تخفيفه إلى 10 أضعاف عند الاستخدام وهيدي نتيجة وفاعلية جميلة للغاية ده كمان عبارة عن مزيل دهون وشحوم عالي الجودة وهذا المنتج أبهرني أنا شخصيا في قوة تنظيفه وإزالته للدهون بشكل قوي جدا هذا المنتج أرخص 3 مرات من المنتجات الموجودة في السوق بالفعل أرخص 3 مرات اعتمدنا في تصنيعه على Zeta 25 مع حاجة بسيطة جدا من الخامات المتوفرة في السوق طبعا منتجات كتير جدا 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 لا يتسع الوقت لحصرها إن شاء الله نعرضهم على القناة بالتتابع خلال الفترات القادمة ماذا عن مواصفات Zeta 25؟ Zeta 25 عبارة عن Eco-Friendly Raw Material يعني مادة خام صديقة للبيئة 100% وطالما قلنا صديقة للبيئة فهي على طول بتبقى 100% Biodegradable يعني تتحلل تحلل بيولوجي كامل 100% وبالتالي دي حاجة جميلة جدا للناس اللي بتحب البيئة أما المستثمر رجل الأعمال ليس له علاقة بالقصة دي هو يهمه إن هي تكون sustainable وهي بالفعل مستدامة معتمدة على local sources على مصادر محلية ومستدامة يعني sustainable material وده طبعا يفرح أي مستثمر استثمر في إنتاج هذه المادة تاني حاجة تفرح المستثمر إن هي اقتصادية للغاية يعني it's very economic يعني اقتصادية جدا 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 ورخيصة للغاية والأهم من ده كله إن موارد أو تصنيحها سهلة للغاية نتيجة عمليات كيميائية حوالنا خلال السنتين إن هي تكون سهلة وبسيطة شفنا طرق كتير جدا معقدة لكن وصلنا بفضل الله إلى طرق سهلة وعاوز أقولك إن قدرتها التنظيفية تنافس المستورد وهي أرخص كتير جدا حوالي ثلاث مرات من خامات كتير مستوردة زي السيمسول زي فاتي ألكول زي التوين ثمانين إيه ده التوين ثمانين ده مستحلة يا دكتور هي أيضا تستخدم كإيميل صفير بشكل قوي للغاية والحاجة دي أبهرتني للمرة التانية ماذا عن الشكل الكيميائي للزيتا 25 والحاجة دي تهم الكيميائيين والدارسين والمتخصصين في هذا المجال زيتا 25 هي عبارة عن أنيونيك سيرفاكتنت يعني عبارة عن مؤثر سطحي بيحمل الشحنة السالبة وبالتالي ليه قدرة كبيرة جدا إن هو يقلل التوتر السطحي وبالتالي بيشتغل كمنظف قوي جدا وكمان بتشتغل والمفاجأة كإيميل صفير قوي احنا عارفين أن السيرفاكتنت ممكن تشتغل كإيميل صفير لكن ما بيباش قوي لكن دي قوية جدا في استحلاب الزيوت العطرية ودي ميزة تضاف إلى الميزة التنظيفية الخاصة بالزيتا 25 كمان هي متوافقة مع أنيونيك سيرفاكتنت ومع الأنفوتاريك سيرفاكتنت بما أنها أصلا أنيونيك سيرفاكتنت ماذا عن الشكل القانوني لإنتاج زيتا 25 زيتا 25 واخد تصريح وموافقة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوردات المصرية كمنظف عام مطابق للمواصفات القياسية تقدر بكل سهولة جدا فلما تمتلك سجل صناعي ورخص التصنيع أنك تنتج هذه المادة الخام بكل طمأنينة للغاية فلو أنت مهتم بالاستثمار في هذه المادة الخام يمكن التواصل معنا عن طريق الإيميل الزهر على الشاشة أو رقم الواتساب الزهر على الشاشة علشان نمدك بكل التفاصيل وإن شاء الله هنحدد لحضرتك هنحدد فيه مواصفات الرياكشن تانك المطلوب مواصفات خط الإنتاج وكمان السورسز أو المصادر اللي إحنا هنستخدمها في إنتاج هذه المادة الخام وبعدها حضرتك بتحدد إذا كنت هتكمل في الاستثمار أو تأجل أو تتراجع هذه المقابلة ليست مجانية وهي بمقابل علشان نضمن جدية التواصل وعدم تضيع وقتنا إن شاء الله تقدر تنتج هذه المادة بشكل حصري إن أردت ذلك في دولتك أو في مكانك بإذن الله تواصل معنا ومنتظرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته